خمسون يوما وربما أكثر يتوسطها جلسة برلمانية واحدة فعلى الرغم من الحاجة الملحة لعقد جلسات نيابية إلا أن أعضاء المجلس ومن ورائهم الكتل السياسية لم يكونوا بالجدية كافية من ناحيتها فإن رئاسة المجلس تحدد التوقيتات وتضع جدول أعمال لعقد جلساتها إلا أن تغيب النواب من جانب ومقاطعة البعض من جانب آخر يحول دون عقدها لدينا مدة تشريعية لا تزال قائمة وبالتالي هناك الكثير من القوانين التي تنتظر ونحن بأمس الحاجة إلى تشريعها وبالتالي يجب على مجلس النواب أن يأخذ على عاتقه المسؤوليات التي كلف بها شرعا المواطن العراقي بات يفقد ثقته بممثله تدريجيا بسبب الإهمال المتعمد وغير الاكتراس لما هو مهم من القوانين التي يتوجب إقرارها التعمد في عدم عقد جلسات المجلس النواب التشريعي إنما يدل على كسل هذا المجلس وربما تهربه من إقرار عدة قرارات مهمة للمواطن العراقي اليوم المواطن العراقي بدأ ينظر بتذمر وربما عدم رضا على مجلس التشريع الذي انتخبه أيام تتكرر وهم لا يتفقون على أي قرار إذا أردنا أن نتحدث بخصوصية عن السلطة التشريعية أصبحت ضمن إطارة عدم التوافقات السياسية في المناكفات وأصبحت هي الجزء الكبير وليس الجزء الحل ما بين القوى السياسية ومفردات القوى السياسية لا استجوابات ولا دور رقابي بارز للبرلمان طيلة الفترة الماضية خاصة بعد إقرار قانون الموازنة العامة سبب تغيب أكثر من مئة نائب في كل جلسة ما يتسبب بعدم اكتمال النصاب وتعطل إقرار القوانين لعل التصويت على الموازنة المالية هو أعلى طموح لنواب الشعب فبعد أن أنجز القانون لم تعقد إلا جلسة واحدة بمخرجات خجولة لم تلبي تطلعات المواطن العراقي من بغداد محمد فراس قناة التغيير